طيب دلوقتي جيه وقت معاد الرجيم بتاعنا هينزل على شاشة دلوقتي ياريت كله يكون حضر وراء وقلم نظامنا النهاردة نظام الهرم الغذائي لانقص الوزن من 90 ل 100 كيلو عندنا اليوم الاول والتاني والتالت الفطار والعشا طبق فول متوسط حوالي تمام معالق او بيضة مسلوقة واللي عايز يعملها قملت بمعلاقة زيت مفيش مشكلة زائد رغيف سن او اتنين توست رجيم زائد سلطة زائد كوباية لبن وهنا ممكن لو حسيت ان الوجبة كبيرة شوية سواء في الفطار او في العشا ممكن اقسم الوجبة يعني لو خدت كوباية اللبن مثلا وبعدها بساعة خدت بقية الوجبة مفيش مشكلة عندنا الغدى بتاع التلات ايام دول طبق خضار نيف ناي او معاهم سوري خمس معالق رز مسلوء واللي بيحب الرز البني او المكارونة البني ممكن يزود العدد شوية يبقى ودر خمسة ممكن يبقى سبعة ممكن استخدم الخمس معالق رز دول ان انا اعمل بيهم محشي ناي فني اقتر من الخضرة ومن الكوسة مثلا او البتنجان نفسه لكن الرز يكون في حدود الخمس معالق معاهم قطعة لحمة او ربع فرخة زائد سلطة اليوم الرابع والخامس الفطار اتنين شريحة جبنة رومي او فلمانك زائد رغيف سن زائد سمرت فكهة الغدى ست صوابع محشي ناي فني او ممكن يبقى ست معالق رزة او مكارونة زائد ربع فرخة زائد سلطة وعندنا العشا اتنين زبادي زائد اتنين فكهة وممكن يبقى اتنين زبادي بالفكهة اليوم السادس والسابع الفطار جبنة قريش زائد رغيف سن زائد سلطة وممكن بدل الجبنة القريش تبقى اي نوع جبنة فيتا لايت او قليلة الدسم الغدى نص كيلو سمك مشوي زائد اربع معالق رز زائد سلطة عندنا العشا كباية لبن زائد اتنين فواكه او كباية لبن ومعاهم خمس معالق شفان الملاحظات الأساسية بتاعتنا اللي دايما بنتكلم عليها الالتزام بترتيب الأيام شيء مهم وما نغيرش فيها لازم نشرب عشر كبايات مية على مدار اليوم نمشي كل يوم نص ساعة على الأقل أربع أو خمس مرات في الأسبوع وعندنا طبعا السناك أو الوجبة الخفيفة اللي هي بين الفطار والغدى وبين الغدى والعشا سمرة فاكهة أو زبادي أو لبن رايب أو جزرة بنقول إن زبادي واللبن الرايب للناس اللي هي بتحب الحاجة الحدقة والثمرة الفاكهة أو الجزرة للناس اللي بيتمين للسكر أو بيحصل لها هبوط مستوى السكر أتمنى نكون كلنا لحقنا نكتب النظام بتاع الحلقة النهاردة وزي ما دايما بأكد الأنظمة دي بتكون أنظمة عامة عشان نقدر نساعد بيها أكبر قدر من الناس سواء مش قادرة تروح لدكاترة أو وقتها لا يسمح يعني ممكن بعض الناس تستجيب للنظام ده وممكن الناس تبقى استجابتها أقل طبعا الفحص الدقيق أو الفحص الشامل هو اللي بيحدد أكتر الخطة العلاجية دي هتوصلنا لفين بأكد على معلومة إن التخطيط السليم والهدف والإرادة هم دول التلات حاجات اللي بينجحوا أي برنامج ريجيم فكرة الوقت يا ريت تتلغي ما يبقاش مستعجلين عشان نخس أو نقول ده أنا عايز أخس في شهرين أو عايز أخس في أسبوعين إلا في بعض الحالات المرضية اللي بيبقى التخصيص السريع أو حد عنده مشكلة داخل يعمل عملية مثلا حتى لو الوزن ده ممكن يكتسبه بسرعة شوية بس فيه هدف أكبر من أو الوقت عندنا مش مطالبين به يفضل إن احنا ننزل على المهل ما ننزلش بسرعة كنا بنتكلم على زبط الحالة المزاجية ودي قلنا عليها حاجة مهمة جدا جدا لازم وأنا داخل تجربة الرجيم وكنت دخلت قبل كده كذا مرة أعرف أنا بفشل ليه في المرات اللي فاتت يعني مهم معرفة سبب الفشل يعني أنا عملت رجيمات كتير وكل مرة الرجيم بتاع بيبصبفشا ليه هل بجوع هل بازهق هل الرجيم بيبقى قاسي علي عشان وأنا داخل عند الدكتور تاني أو بحط خطة علاجية تانية أتكلم معاه وأعرفه سبب فشلي مهمة جدا